مديون وحاولت تسدد ديونك اكتر من مرة لكن معرفتش وكل ما تستنى الغرامات بتكتر والدين بيزيد ومش عارف تتصرف ازاي حل جديد بيقدمه بنك تنمية الصادرات عشان تقدر تسدد ديونك وانت مرتاح وبابسط الشروط عشان تعرف ازاي تقدر تستفيد من عرض البنك وايه التفاصيل والاوراق المطلوبة تابعونا في الفيديو ده في الفترة الاخيرة سجلت البنوك في مصر اقبال كبير على الحصول على تمويل اسمه القرد الشخصي والقرد الشخصي هو نوع من القرود اللي بيقدمها البنوك للافراد وبيكون القرد بدون ضمانات وبتتروح مدة القرود من سنة لعشر سنين وبيفرق القرد الشخصي عن باقي الانواع من القرود هو انه مش محتاج ضمان اصول لكن بيعتمد على المرتب كضمان الحصول على القرد الشخصي من البنوك متاح لموظفين القطاع العام والخاص من خلال عدد من الشروط عددا بتتفق البنوك في معظمها مع اختلافات وفروق بسيطة وممكن الحصول على القرد الشخصي بدون ضامن مع تقديم خطاب من جهة العمل وكمان بدون مصاريف واستعلام ائتمان وعادة بتكون اهم الشروط للحصول على القرد الشخصي هي ان عمر المقترد ما يقلش عن 21 سنة وما يزادش عن 65 في نهاية التمويل بعض البنوك بتشترط على ان عمر صاحب القرد الشخصي ما يزادش عن 60 سنة في نهاية التمويل وكمان الدخل ما يقلش عن حد ادنى معين بيبدأ من 1000 جنيه وللحصول على القرد الشخصي بضمان الوظيفة بيقدم المقترد خطاب معتمد من جهة العمل موضح فيه الدخل الشهري وتاريخ التعيين وتقديم تعهد من جهة العمل بتحويل المرتب او القصد الشهري للبنك حتى الانتهاء من سداد القرد الشخصي وبالنسبة للقطاع الخاص لازم ما تقلش مدة اداء الخدمة في الوظيفة اللي بيقدم بيها في القرد عن 6 شهور وكمان ما تقلش فترة التعاقد عن الفترة المطلوبة لسداد التمويل في حالة تأخير سداد الاقصاد بيتم توقيع غرامة على العميل بتكون عبارة عن رسوم محددة ونسبة من مبلغ القصد المستحق وبتختلف قيمتها من بنك للتاني بحسب قيمة القصد يعتبر بنك تنمية الصدرات من اهم البنوك اللي بتقدم تمويل القرد الشخصي بمميزات كتير لان البنك حريص على انه يقدم مجموعة مختلفة من التمويلات والخدمات اللي بتناسب قطاع كبير من المجتمع ومن اهمها القرد الشخصي واهم المميزات اللي بيوفرها البنك في حالة الحصول على القرد الشخصي انك تقدر تستخدم القرد في تسوية الالتزامات المالية مع البنوك التانية يعني تسدد المديونيات اللي عليك والقروض اللي عليك في بنك تاني قيمة القرد ممكن توصل لمليون وخمسمية ألف جنيه وبأسعار فايدة تنافسية بطريقة السداد بتكون أقصاد شهرية متساوية لفترات مختلفة بتبدأ من 12 شهر لحد 120 شهر القرد الشخصي في بنك تنمية الصدرات متاح للموظفين وأصحاب الأعمال والمهنيين إنهم يحصلوا عليه بدون ضامن في مميزات تانية بيوفرها البنك زي سهولة الوصول لحسابك من خلال الخدمات المصرفية على الأنترنت وكمان بيقدم لك تأمين على الحياة خلال فترة سداد القرد مجانا وأخيرا متاح إنك تزود رصيد القرد خلال فترة السداد أما بالنسبة للمستندات المطلوبة فهي بطاقة شخصية سرية وكشف حساب بنكي بآخر 6 شهور ومستند إفباد دخل ووصل مرافق حديث سواء كان كهرباء أو ميا أو غاز بحيث إن مدته ما تزدش عن 3 شهور اشتركوا في القناة